اعطى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب السد إشارة انطلاق أشغال استغلال منجم الحديد بغار جبيلت بولاية تندوف وذلك في إطار الزيارة التي يقوم لهذه الولاية وكانت شركة الوطنية للحديد والسلد قد وقعت العمل ماضي عقدا مع تحالف مجموعة من الشركات الصينية لاستغلال منجم غار جبيلت للحديد بدوف وتسعى الجزائر من خلال هذا المشروع إلى الاستغناء عن استيراد مادة خام الحديد المستعملة في صنع الحديد إضافة إلى تصدير هذه المادة إلى الأسواق الخارجية وتراهن الجزائر على أن يساهم الاستثمار في هذا المنجم الضخم على تحرير الاقتصاد الواني من التداط بالمحروقات باعتداره مشروعا في غاية الأهمية الاقتصادية وبالنسبة لولاية دوف فإن مشروع استغلال منجم الحديد غار جيلة الذي سيوفر حوالي 3000 كيلومتر منصب عمل يكتسي أهمية دلغة حيث يراهن عليه إعطاء نفس قوي للتنمية فضلا على أنه سيفك العزة عنها وغالي كما نخلل مشروع خطل للسكة الحديدية بطول 1000 كيلومتر اشتركوا في القناة